الجنة حسية ولا مادية في المسيحية برضو ما نقدرش نقول ليست حسية لانه انت ستذهب الى الجنة بجسدك وروحك نعم ولكن كما شرحنا الان ان جهنم هي نار احتراق الشيطان او التهابه بالمواجهة مع النور الالهي فيصير في حالة من النارية والندم والغزلة والمرارة والألم فان الانسان ان البشر اللي هيذهبوا الى هذه الحضرة الشيطانية سيكونوا في هذه النار روحا ونفسا وجسدا من احساس بعذاب الجسد يعني اشبهها افرض مثلا واحد عنده درجة حرارة اربعين نار اها مش بيبقى متقلم بهاز النار طيب لو زاد عن اتنين واربعين تلاتة واربعين حيموت طيب ماذا لو مفيش موت ودرجة حرارته اا وصلت الى سبعين وتمانين ومية وما بيموتش بشبه انا يعني بضرب مثال تشبيهي للإيضاح مؤكد ان الجسد حيحصل عليه نوع من المتغيرات لكنه نفس الجسد بمعنى انه هناك قيامة الدينونة ان الاجساد حتقوم لتشترك فيه النار الابليسية هذه وتوجد فيها وقيامة الحياة ان الاجساد حتقوم عشان تشترك في الحياة الابدية فمؤكد انها حتتغير الى حالة مختلفة ولكن الاساس بتاعها نفس الجسد اللي عامل الخير او عامل الشر عاش في الخير او عاش في الشر اشترك في القناة